لماذا ولادة يسوع المسيح ولادة متميزة فريدة من نوعها أي واحدة من نوع طبعا ولادة يسوع تختلف عن كل ولادات البشرية هذا يجعل المسيح متميز ليس له مثيل واحد من نوع لعدة أسباب ميلاد المسيح كان ميلاد عذراوي لما جاء الملاك بشر مريم قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله يعني ولد المسيح من عذراء بدون أن يمسها أي رجل أو أي بشر ولادة عذراوية متميزة حبلة به من الروح القدس لأنه جاء من السماء فالذي يأتي من فوق هو فوق الجميع شيء تاني ولادة المسيح فريدة لأنه ولد لتتميم النبوات تعرف حبا إي حتى تتمم أكم نبوة تعتبر مستحيل جدا فما بالك المسيح تمم نبوات لا حصرة لها وهذا اندل على شيء فقط المسيح اللي جاء من السماء هو الوحيد الذي يستطيع أن يتمم نبوات بتفصيل بتطقيق في المكان المعين في الظرف المعين في الزمن المعين في شخصه المبارك شيء ثالث ولادة يسوع فريدة لأنه ولد بلا خطية كل إنسان بيولد من رجل زرع بشر بيأخذ بيتورث الطبيعة الخطاءة من آدم لكن المسيح ولد من عذراوية من القديسة مريم فلم يتورث الطبيعة الخطاءة مثل أي بشر مثل أي إنسان شيء رابع ولادة المسيح فريدة لأنه المسيح أحبائي هو إله كامل وإنسان كامل إله كامل 100% إنسان كامل 100% في شخص واحد في شخص يسوع المسيح حتى يكون عنده الكفاءة كفادي إنه يكفر عن خطايا البشرية ويرضي المطالب والعدالة الإلهية وفي نفس الوقت لأنه حمل الله الكامل بلا عيب بلا لوم بلا دنس يستطيع أن يكفر عن كل خطايا البشرية شيء خامس مكتوب يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم ولد لكي يموت بتقولي طب ما كل الناس دا تموت لا المسيح كان ممكن يظهر بشكل ملاك أو مثل ظهورات العهد القديم لكن أحبائي حبل بي من الروح القدس ونمى في الجنين وولدت مريم يعني يسوع ابن تسع شهور وكبر وترعرع ونشأ في الناصرة كولد عادي معدى الخطيئة بلا خطيئة فكل الغرض من هذا المجيء يعني ترك السماء عشان يموت على الصليب من أجلك ومن أجليه وهذا ما يجعل ولادة المسيح فريدة ومتميزة ولد لكي يموت كان ممكن يولد ويظهر نفسه بمعجزة ويطلع للسماء حي لكن لا جاء يكمل بالكامل خطة الله من خلال الفداء الكامل كيف منعرف هذه المعلومات بقيامة يسوع المسيح أعطت المصداقية والشرعية إنه حي وإنه كل ما قاله وكل ما فعله في إله مصداقية وإنه المسيح هو الشاهد الأمين هو الحق وفي كل كلمة استقامة فهو الكامل واستطاع أن ينفذ هذه المشيئة ترجمة نانسي قنقر